اشتركوا في القناة ادلوا على ان الجنين ذكر ان شاء الله تبارك وتعالى هذا هو العنوان كثير من النساء والاغلبية في النساء وذا طبعا ده شيء انا وجدته من خلال تواصلي في قضية التعليقات او حتى المراسلات ان كثير من النساء الحوامل بيها تمنوا ان يكون عندها ولد ذكر لو هي ما عندها شيء طبعا الطب النهاردة تقدم من الممكن انها تعمل سنار وتعرف الولد ذكر او انساء لكن من الممكن ان هي تأتيها رؤية قبل ان تفعل هذا الشيء مش هقول بقى طبعا ان ممكن الطب يخطئ طبعا هاجد بعض التعليقات السلبية انت ابتفى مكتر من الطب والكلام ده والله يا جماعة اقسم بالله اقسم بالله اكثر من حالتين او ثلاثة تواصلوا معي وانا كنت اقول لهم ان الجنين سيكون ذكر مع ان الدكتور يقول لها لحد قرب الولادة الجنين انثى وان شاء الله يعني الرؤية بتكون اصدق وطبعا شوفنا حالات في على ارض الواقع على ارض الواقع والكلام اللي بقوله ده انتو عارفينه من الممكن ان يكون مثلا يكون لي قريبة مثلا زوجتك او بنتك وهي متزوجة وتروح للدكتور وتنها ماشى مع الدكتور لحد قرب الولادة وهي متخيلة ان الجنين مثلا ذكر ويطلع اونثى او العكس صحيح فقضية الدكتور ممكن يخيل عليه وما يعرفش او يصدم ان كلامه كان فيه كلام ده موجود وشوفنا بعينينا طبعا بعيد عن ان ايه اللي بيبقى صحة وايه اللي طبعا الرؤية دي رسالة من الله سبحانه وتعالى طبعا اذا كانت الرؤية رؤية صحيحة بيبقاش حديث نفس وطبعا المفسر ممكن يعني طبعا ده اللي مش متمكن المرأة ممكن يكون نفسها في ولا الذكر فتشوف حديث نفس فالمفسر يتخيلها رؤية فيقول لها ذكر وهو حديث نفس طبعا ده كلام احنا فاهمينه المهم هناك رموز تدل على ان الجنين ذكر ان شاء الله تبارك وتعالى اصردهم سريعا بس المؤديمة دي كانت مهمة ردا على بعض التعليقات السلبية للأسف اول رؤية معنا وهي رؤية الجنيه الذهبي وطبعا الجنيه ده عملة مصرية ممكن يبقى ريال سعودي ذهبي ممكن يكون دينار يعني العملة اللي تشوفها سواء اذا كانت لأي دولة ولكنها ذهبية الجنين ذكر ان شاء الله تبارك وتعالى رؤية المرأة المعلومة دي كنت قلتها في مراسلة تلفونية فقالتلي ازاي بقول ان المرأة لما ترى انها تقبل بطنها يعني راسها كده تلف وتنزل تحت كده ويتبقى بطنها قدامها وتقبلها يا جماعة الاحلام من هاشقع ده انا ممكن اشوف في المنام ان انا موت واتفرج عن نفسي وانا ميت واتفرج عن نفسي وما بيغسلوني وممكن اساعد كمان في ان انا قدفل نفسي الاحلام من هاشقع ده فالمرأة لما تشوف ان هي نزلت تحت عند بطنها وتقبل بطنها الجنين ذكر فما حدش يقولي ازاي الاحلام هاشقع ده رؤية الشهيد الجنين ذكر الحبر الازرق الجنين ذكر رؤية التاج الذهبي لان التاج الفضي انثى التاج الذهبي الجنين ذكر بالنسبة للفاكهة التفاح ذكر ان شاء الله تبارك وتعالى رؤية الحبوب السوداء بخلاف الحبوب البيضاء الحبوب البيضاء انثى اما الحبوب السوداء الجنين ذكر رؤية اكل التراب شخص لا انه هو مثلا جاب تراب من الارض بيأكله اكل التراب في المنام الجنين ذكر ان شاء الله تبارك وتعالى رؤية القلم الجاف الجنين ذكر رؤية اكل الفول الجنين ذكر رؤية القرط او الحلق الجنين ذكر رؤية شراء عداء بكعب عالي الجنين ذكر رؤية ارضاع طفل الذكر الجنين ذكر رؤية الجري والهروب من شيء ما الجنين ذكر رؤية الحية الجنين ذكر طبعا اتكلمت عن التفاح من الفكه والخوخ كمان الجنين ذكر إن شاء الله تبارك وتعالى رؤية السيارة البيضاء الجنين ذكر رؤية الشعر الطويل الجميل الجنين ذكر رؤية الخروف الأبيض الجنين ذكر رؤية هدية الذهب الجنين ذكر رؤية شرب لبني الجاموسة الجنين ذكر رؤية للرجل قص الشعر يعني الرؤية للرجل فتدل على حمل زوجتي بأنه سيكون ذكرا إن شاء الله تبارك وتعالى انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته